حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شيهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمة وسليمان ابن يسار عن انساء من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فاقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اناس من الانصار من بني حريثة ادعوه على اليهود قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاوية يعني شيبان عن ليث عن شهر قال حدثني الانصاري صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال رجعت فقلت نعم يا رسول الله ما تأمرني بما عطيبا منها قال انحرها ثم اصبهن علىها في دمها ثم ضعها على صفحتها او على جنبها ولا تأكل منها انت ولا احد من اهل رفقتك قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائدة قال حدثنا الركين ابن الرابع ابن عميلة عن ابي عمر الشيباني عن رجل من الانصاري عن النبي قال الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه اجر وركوبه اجر وعريته اجر وعلفه اجر وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وفرس للبطنة فعاسى ان يكون سدادا من الفقر ان شاء الله تعالى حدثنا اسماعيل حدثني حجاج الصواف عن يحيى ابن ابي كثير عن الحضرمي ابن لاحق عن رجل من الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقيها في المسجد حدثني يحيى ابن اسحاق حدثني ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن معاوية ابن خديج قال سمعت رجلا من كندة حدثني حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتقص احدكم من صلاته شيئا الا اتمها الله عز وجل من سبحته حدثني عبد الرزاق اخبرني ابن جريج اخبرني زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من الانصاري ان الانصاري اخبر عطاء انه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فامر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله يفعل ذلك فاخبرته امرأته فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فارجعي إليه فقولي له فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قالا إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فقالا أنا أدقاكم لله وأعلمكم بحدود الله